والبلطجية لهم أحيانا شرف والبلطجية أحيانا لهم كرامة والبلطجية أحيانا لهم قواعد أما؟ أما هذه الأجهزة التابعة للعصابات همها الوحيد هو عبادة الحاكم همها الوحيد هو عبادة الحاكم في الداخل والحاكم في الخارج لأن هذه الأنظمة في واقع الأمر هي أنظمة مفروضة على شعوبها ليس فقط بهذه العصابات الداخلية ولكن بقرار غربي خارجي هذا ليس موضوعنا نعم هذا ليس موضوعنا لكن هو مترابط الترابط هو أن هذه العصابات الآن يقول لك ماذا تريد من الجزائر أنت لا تعرف أن هؤلاء هم الذين حطموا الجزائر والغوا انتخابات جرت باعتراف العالم وباعترافهم هم طب ألم يحاربوا الإرهابيين في الجزائر أجهزة الأمن؟ أجهزة الأمن صنعوهم هل تستطيع أن تنكر أن لولا خدمات أجهزة الأمن لولا أفعالهم العظيمة لراحت الجزائر بستين ألف داهية لماذا تريد أن تحاكم الجزائر الأمن؟ صنعوهم ها هو أحد الكبار الجنرالات كمان عبد الرحمن ممن صنع الجماعات الإسلامية المسلحة نعم كانت هناك مجموعات أعتقدت أنها تكافح أو تدافع عن حقها لكنها أخطأت في ذلك نعتقد أنها أخطأت في ذلك لكن ها هم الذين صنعوا هذا القول ليس من عندي من عند عقداء سابقين في المخابرات هذا الرجل كان جميل هذا الرجل صنع كالمخابرات صنع الجماعات الإسلامية المسلحة صناعة 90% منها صنعها صناعة وهذا الرجل الذي لا يعرفه أغلبية العالم قائد المخابرات الجزائرية من سنة التسعين لم يتغير كل ما هناك زاد رتبا من عقيد إلى فريق بعد أن هدم الجزائر محمد مديان المدعو التوفيق أزاح خمس رؤساء وخمسة عشر رئيس حكومة ولا أدري كم من وزير ولم يغير شيء هؤلاء هي الأجهزة الأمنية وهذا وغيره والقائمة طويلة هذا الذي يقوم الآن بالتجارة في دول خليجية ويزور دول خليجية ويتسكع في دول خليجية ذبح عشرات الألف من الجزائريين واسمه محمد العماري كان مجرد ضابط وكان يوما ما داخل الجيش الفرنسي يقاتل ثورة الجزائرية ثم أصبح قائد للجيش وأعلى رتبة سنة 94 وغيره وهذا خالد نزار والقائمة طويلة هذا افتراء يا سيدي ولا يمكن أن تفتري على الناس بهذه الطريقة كيف يكون افتراء يعني تريد أن تقول دعني أكمل من فضلك كيف يكون افتراء عندما يعرفهم الناس ويعلمون أن هؤلاء هم الذين حطموا جزائر شهداء جزائر الثورة وحولوها الآن إذا عصابات لا ينطبق خاص ينطبق الأمر على العالم العربي ينطبق عليهم جميعا وين اختلفت النسب وين اختلفت النسب والمستويات حقيقة لكن ينطبق عليهم جميعا كيف ينطبق عليهم لأنه نفس العقلية نفس التفكير التعذيب سياسة استراتيجية حكم التعذيب في البلدان مع أن أول مادة من قانون التعذيب أو تندد بذلك لكن أصبح التعذيب في بلداننا استراتيجية حكم وسياسة حاكم والمستبد يفرح وهؤلاء يقدمون له الأوضاع مثل ما يقول أخونا على أن الأمور ناصعة وبيضاء وإلى آخره أوطاننا تغرق وإن لم تفق هذه الشعوب ستجد أنفسها ليس كالصومة فقط خلينا بموضوع محاكمة الأجهزة الأمنية والأرجنتين كي لا نخرج على الموضوع كبيرا ليس فقط الأرجنتين في الشيلي هذا بينوشي مع أنه صنع المعجزة الاقتصادية الأرجنتينية ولكن لو ننقلب في 73 على عيلندي عاد الشعب الشيلي وظل وراءه وحاكم أجهزته وحاكم أجهزته ونزع عليه العفو ومات وهو يذهب من قسم بوليس إلى قسم بوليس ومن قضاء إلى قضاء في التحقيق غيره وجنوب أفريقيا وما أدراك ما جنوب أفريقيا حول الأمر من دولة عنصرية إلى دولة الأفارقة بعد أن أنشأوا فعلاً حقيقة لجنة حقيقة وليس كالنغرب بس بسرقمد العربي زيتوت في جنوب أفريقيا لم يحاكموا أجهزة الأمن وضباط المخابرات فقط أتوا بهم ليعترفوا بجرائمهم فقط لم يحاكموا وضعوا لهم ثلاث شروط الشرط الأول أن تعترف بجرائمك الشرط الثاني أن تملي استمارة وتكتب عليها ذلك الشرط الثالث أن لا تكتم أي شيء والذين رفضوا مروا على التحقيق القضائي هناك شروط للمصالحات المصالحات التي يقولون عنها وتحدثون عنها في بلداننا هي مخادعات هي كذب